السلام عليكم أنا هباب الخير دايماً البيتيفور لطعم مميز ومختلف لما بنشتريه من برة بيبقى قوامه كده مظبوط مش بيتهاري بنلاقيه كده بيدوف البق لما بناخد منه قطمة الميزة الأهم إن أنا بنلاقيه مش بيلزق في البق تماماً الأهم كمان بيبقى بريحة وطعم السمنة البلدي صراحة دورت وسألت كتير إزاي أوصل بالبيتيفور للقوام والطعم ده إزاي أعمل بيتيفور أشهر محلات الحلويات يفضل محافظ على قوامه مش بيبصن في الإيد يفضل فترة طويلة طازة ومحافظ على طعمه جداً تابعوا الفيديو ده وهتعرفوا إزاي تعملوا أقوى وصفة بيتيفور بأصبط مقدار وأحلى من أحلى محل حلواني خدوا الوصفة دي مني ثقة إنكم مش هتدوقوا بيتيفور مظبوط قوي كده ناعم وبيدوب كمان اللي طلبوا مني بيتيفور المكانة تابعوا الفيديو ده وهتلاقوا الطريقة وقبل ما تكمل إذا أنتم جداد على القناة وأول مرة تشوفوها ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سابسكرايب واتفعلوا جرس التنبيه علشان يوصل لكم إشعارات بوصفات الجديدة المقدير بالكوب والجرامات وملحوظات نجاح الوصفة هتلاقوها تحت الفيديو ده في صندوق الوصف كمان هسيب ليكم ملحوظات بالوصفة وهعمل update كل شوية بالملحوظات رداً على أسئلتكم المهمة ده مقدار كيلو ومتين جرام زي ما طالبتم مني وهكتب ليكم كمان مقدار النص كيلو إذا حابين تجربوا في مقدار أقل أنا أحتاج كيلو ومتين جرام من الدقيق بما يعادل تسعة أكواب من الدقيق وعليهم تلات تربع كوب دقيق تسعة أكواب وتلات تربع كوب دقيق عليهم كمان كمان أحتاج تلات 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 تربع كوب دقيق عليهم كمان احتاج كمان اتنين جرام من الملح يعني رشة ملح بسيطة جدا خمسة جرام فاناليا بما يعادل معلقة صغيرة عندي هنا بياض البيض هضيف عليه الفاناليا واخفقهم بسيط مع بعض كده وهسيبهم على جنب هضيف الزبدة وتكون بحارة التلاجة ممكن كمان يا جماعة نعمل بيتيفور بالزبدة البقري الفلاحي اللي بيكون لونها أصفر مش الأبيض وهضيف عليهم من سمنة البلدي دي سمنة بقري بلدي البيتيفور الصحي ما بيتعملش كامل بالسمنة لازم نسبة مخلوطة والأكتر تكون لصالح الزبدة هخفق الزبدة والسمنة الأول أفكاكهم كده ويوصلوا للقوام شبه كريمي بعدين هوقف خفق ووظيف السكر البودرة أنا هخفق الأول على سرعة هادية لحد ما السكر يدوب مع الزبدة والسمنة بعدين هعلي السرعة لمدة 15 دقيقة وطبعا لو هنشتغل بمضرب كهرابي فنريح المضرب كل شوية الفيديو اللي فات بتاع البسكوت أنا قلت فيه نصايح كتير جدا للبسكوتات والبيتيفور حباكم ترجعوا لي وتسمعوا تاني شايفين الزبدة والسمنة بقوا كريمي جدا جدا أنا هشيل الشبك وركب الكف وانزل بخليط بياض البيض والفناليا بخط رفيع كده مع التقليب شوفوا يا جماعة البتيفور في أشهر محلات مصر بيتحضر ببياض البيض مش الصفار تماما بس بيستخدموا نسب معينة من الزبدة والسمنة البلدي كافي أنه يكون دايب ومحافظ على قوامه وطعمه أنا عندي هنا رشة ملحة هنزل بيها على الدقيق ووضيف الدقيق مرة واحدة هقلب بسيط جدا يدوب أتأكد إن الدقيق بتاعي اختفى العيد اللي فات عملت غرياب الريد فلفت هغير المرادي وهعمل زيها بتيفور ريد فلفت كمان هعمل فناليا وشوكولاتة هاخد جزء من العجينة ووضيف عليه 3 معالق كبيرة من الككاول الخامل غير محلة تقريبا 30 جرام واختاروا نوع كويس لإنه بيفرق قوي في الطعم عليهم هضيف معالقة كبيرة من الزبدة 15 جرام و3 معالقة كبيرة من الزيت 30 جرام وهاخذكهم بسيط كده مع بعض وكده أكون عملت البتيفور بالشوكولاتة أنا هعمل جزء تاني بالريد فلفت هاخد جزء من العجينة ووضيف عليه معالقة كبيرة من الككاول الخامل غير محلة أنا هاخلط عليها معالقة كبيرة من الزيت وهضيفهم على العجينة وابعود خشبي كده هضيف لون غزيء أحمر واخلطهم مع بعض أنا ضفت ككاول علشان أخد لون أحمر صح لو ما ضفتوش مش هيزوط معاكم اللون تماما كده بقى عندي بالفانيليا والشوكولاتة والريد فلفت أنا جهزت الأكياس بتاعتي وده هيسهل عليها الشغل شوية ودي أشكالي الباب اللي اشتغلتي بها في الفيديو التشكيل بسيط جدا يا جماعة بيكون بالأمع ومش محتاج أي مجهود ممكن تعملوا الشكل اللي تحبوه ممكن ترجعوا للفيديو القديم تختاروا منه أشكال تحبوها برضو أنا هعمل ليكم شوية اقتراحات كده وانتوا اختاروا لرياحكم دي أشكال وردات عملتها من الفيديو القديم برضو ممكن نحط إدينا في الديق كده ونعمل تجويف بسيط لتحت ونحشي لوز أو عين جمل أو بندق ممكن نحشي مربة وتدخل للفرن مع البيتي فور مثلا ممكن نعمل بالبيب الهيل مشت نفس فكرة اللي عملتها في فيديو البسكوت اللي فات إننا بنعمل زي تخبطات بسيطة كده على الصينية بس بسمك قليل يعني البسكوت عملته طويل شوية في الفيديو اللي فات دي هعملها صغيرة شوية وشكل النجمة ده أنا بحبه جدا جدا ونسيب مسافة بقى بين كل واحدة والتانية وإحنا بنشتغل ممكن نعمل كمان أصابع بتموجات كده مثلا بتبقى حلوة قوي وبرضه هعمل ببمشت تاني بس بالفاناليا الشكل ده حبيت تزود منه جدا اللي هو بالفاناليا علشان بحبه قوي حشيم ربه وغطيه بالشوكولاتة العجينة الصحي في البيتيفور أو البسكوت تعرفوا إنها مظبوطة جدا لما تلاقوها مش محتاجة ضغط ومجهود في التشكيل بتبقى سريعة معاكم ومش متعبة تماما نيجي بقى الأهم حاجة وأكتر حاجة طلبتوها مني الماكينة أو ماكينة البيتيفور بنريح العجينة في التلاجة نص ساعة أو ساعة وبتبقى جهزة للتشكيل نفس المئدير نفس الطريقة نفس كل حاجة هي العجينة اللي اشتغلت بيها في القمعة شوفوا ماكينة البيتيفور حساسة شوية في الضغط فأخدوا بالك وانتوا بتعملوا الأشكال يعني ضغطة بسيطة تديكم حجم صغير ولو زودنا كمان هناخد حجم أكبر شايفين من نفس الوش عملت حجمين مختلفين تماما الشوكولاتة والريد فالفت ممكن نعمل فيهم تجويف كده ونحط فيهم واية شوكولاتة مثلا لما تخرج من الفرن نيجي بقى الأهم نصيحة في البيتيفور يعني تعتبر من أكتر النصيح اللي بقولها دايما في أغلب الفيديوهات نشتغل في تكييف أو في مكان مش حر علشان العجينة ما تبصش معنا الصينية اللي تخلص دايركت تدخل التلاجة على طول نسخن الفرن بتاعنا كويس جدا قبل الخبز بربع ساعة على حرارة 160 نشكل اتنين بس يعني اتنين بتيفور بس يا جماعة ونطبق عليه النصيح اللي فاتت دي اللي هي مكان مش حر قوي ندخل الصينية التلاجة ونسخن الفرن بتاعنا كويس أنا بستخدم دايما الرف اللي هو فوق الرف الأوسط علشان الفرن عندي قوي شوية ممكن البيتيفور ياخد لون على طول من غير ما ينضج من جوه لو حطيته رف أوسط لو عملتوا اتنين بس وارتحوا في التلاجة وتخبزوا الفرن ساخن كويس ولقيتوا انهم فرشوا قوي دا معنا ان العجينة اخد الديق قليل او زبدة كتير في الحالة اللي بنزود مع لقتين من الدقيق ونجرب تاني يعني التسوية بتكون فرن ساخن مسبقا على حرارة 165 رف أوسط أو رف فوق الأوسط لو الفرن قوي لحد ما ياخد لون دهبي من تحت يعني نتابع البيتيفور ونتابع النطج بتاعه كويس جدا دي أشكال المكينة بتاعت البيتيفور محافظة على شكلها ومظبوطة جدا جدا ودي الأشكال اللي اشتغلتها بالأمة البيتيفور بيفرش بنسبة بسيطة جدا ده بيبقى ضمن مرحلة النطج امتى نقول ان البيتيفور فرش قوي لما نلاقيه زي الفطيرة كده وملامحه ضايعة تماما وطبعا لما نقول حشوة بتيفور يعني مربة مش مش ممكن كمان نزاين بسبرينكلز شوكولاتة وايت أو دارك 50 في المية مثلا ممكن مكسرات ممكن جوزهند ممكن نوتيلة ممكن لوتس ممكن حاجات كتير قوي يعني ضوروا في التلاجة كده اللي ممكن نزاين بيه واشتغلوا بيه على طول حشوة المربة ما بتبقاش كتير قوي يعني نحطها ونلزق القطعتين ببعض بعدين نغمزها في الوايت شوكولات مثلا ممكن نضيف هنا ويت شوكولات مع سبرينكلز ونحشي مربة يملونين الطعمين دول حشتهم شوكولاتة وقفلتهم كويس بصراحة أكتر شكل حبيته طبعا الريد فلفت ما يلقش عليه إلا الأبيض عندي هنا سبرينكلز كده ملونة هضيف منها رشة بسيطة جدا أما ده من أحب الأشكال لي وزوتوا منه كتير جدا الفاناليا مع حشوة المربة ونغمسها في الشوكولاتة بصراحة بيبقوا حلوين جدا الثلاثة مع بعض دي نحشيها شوكولاتة ونغمسها مرتين في الوايت شوكولات علشان تاخد طبقة تقيلة الأصابع الحلوين دول كمان هعملهم بالشوكولاتة والمربة وده البتيفوري اللي عملته بالمكانة على الحدود كده هوزع وايت شوكولات وبعدين هضيف رشة سكر ملون ودي كمان عملتها بالفزدق ودي بالريد فلفت الجميلة شوفوا الوردة دي عملتها بالماكينة وبصراحة بحبها قوي ده أحب شكله وطعمه بصراحة حلو جدا البتيفور دايب دايب يا جماعة بزيادة مصبوط جدا كأنه جاهز ويمكن أحلى كمان هيفضل محافظ على طعمه وقومه جدا وهيدوف كل قطمة هتحسوا كده بسعادة مش طبيعية وانتو بتاكلوا منه إذا حابين أشكال أكتر شوفوا الفيديو القديم وإذا حابين نصايح أكتر شوفوا آخر فيديو اللي بسكوت نزلته قلت فيه نصايح كتير جدا عن أنواع السمنة والزبدة والسكر والدقيق كل حاجة تقريبا وأخيرا بشكركم من كل قلبي وبعتذر عن أي كومنت عد علي بدون رد أنا هسيب ليكم كل المعلومات المهمة في صندوق الوصف تحت الفيديو كل البدائل اللي تحتاجوها كمان هكتبها أي استفسار هيتكرر كتير ومهم وعليه لايكات كتير هسجله وهعمل أبديت للملحوزات بالرد تحت الفيديو وبكده تكون وصفتنا لليوم خلصت أتمنى من كل قلبي أنها تكون عجبتكم طبعا لو عجبتكم فما تنسوش لايك وشير للفيديو ده كمان إذا أنتوا جدادة على القناة وأول مرة تشوفوها ما تنسوش تشتركوا تضغطوا على اشتراك أو سابسكرايب واتفعلوا جرس التنبيه علشان يوصليكم إشعارات بوصفات الجديدة أشوفكم على خير